يسعد أوقاتكم متابعين الكرام والتاني قوامها مثل المعتاد عليه اللي متعودين عليه تابوا معي الفيديو للآخر حتى تشوفوا تفاصيل الوصفة وإن شاء الله إنها رح تعجبكم وتجربوها بالبداية عندي هون المكونات عندي كوب من الطحينية وكوب من حليب البودرة وكوب من السكر الناعم طبعا هاي للوصفة اللي قوامها عجيني رح أحكي عن مقادير التانية وعندي كمان فصطق الحلبي طبعا هون بتقدر تختاروا المكسرات اللي أنتو بتحبوها أنا بكتفي بالفصطق الحلبي بحب نكهته في الحلاوة أول إشي رح أعمله رح أخذ من الفصطق الحلبي ورح أكسره بهاي الطريقة بالسكينة بتقدر تشتروا أنتو جاهز يكون أرباع بهمني الحب تضلها كبيرة وهاي الأشياء الصغيرة اللي بتزيد ما رح أخذها لأني بدي الحلاوة تضلها لونها نقي هلأ عندي بالعجانة لازم أنخل المقادير ضروري كتير كتير هاي الخطوة لازم أنخلهم السكر المطحون والحليب البودرة عشان أضمن أنه ما يضل عندي أي شوائب ولا أي حبيبات صغيرة ويضلها ناعم الحلاوة هيني بعد ما نخلتهم منيح حطتهم بالعجانة رح أحط عليهم معلقة فانيلا صغيرة اختيارية طبعا حركتهم شوي طبعا هنا أنا حاب أحكي معلومة عن الخلط الخلط اليدوي بينفع ما في أي مشكلة مش شرط إنها تكون عجانة الخلط اليدوي بس المهم توصلوا للقوام المطلوب ضفت هون كمية لطحينية اللي عندي وخلطت تقريبا لمدة 3 دقائق بعد الثلاث دقائق وصلت عندي لهذا القوام رح أضيفها عليها الفصطق الحلب اللي كسرته الكمية اللي أنتو بترغبوها بتقدروا تخلوها سادة وتحطوا الفصطق الحلوي بس على الوجه هلأ بعد ما أخذت معي هذا القوام رح أبدأ أعبيها هيك صرت جاهزة عندي الحلاوة يعني إذا كوب لطحنية كامل تعطيني القوام العجيني كوب إلا ربع رح تعطيني هذا القوام اللي إحنا بنعرفه هلأ بالبايركس أو بأي وعاء بتحبوا حتى تورق زبدة وحتى تلفصطق الحلبي أو أي نوع مكسرات أنتو بتحبوه حطيت عليه كمية الحلاوة كاملة رح أغلفها بورق زبدة وأحطها بالتلاجة تقريبا ساعة شوفوا شكلها كيف صارت رح أحطها مدة لا تقل عن ساعة هي طبعا مش محتاجة إنها تجمد ولكن حتى تتماسك أكتر لازم ترحط في التلاجة وهي عندي كمان الكمية الثانية اللي عملتها اللي قوامها جامد عبيتها بنفس الطريقة ورق زبدة ومكسرات وعبيتها وغطيتها رح أتركها برضو بالتلاجة لمدة ساعة هاي لأ صارت جاهزة عندي رح أفتح عليها بهاي الطريقة طبعا ضروري جدا إننا نشيل الحواف بالسكينة حتى نضمن إنها تنزل معانا كاملة وما تلتصق بالبايريكس هاي هيك صارت جاهزة عندي طبعا أنا كنت رح أخليها أعبيها بعلبة بس عشان حبيت إنكم تشوفوا شكلها حطتها ببايريكس لأني كنت بدأ أحطها بعلبة من أول حتى تضلها لأنه قوامها عجيني شوي وهي عندي المقدار الثاني اللي عملته هاي قوامها مثل المتعارف عليه رح أنزلها بنفس الطريقة طبعا ما تتخيلوا الحلاوة البيتية اللي تنعمل بيت كم طعمها غني وشهي جدا جدا أنا بصراحة أبدا بطلت أشتريها من برها هاي قوامها كنت شوفوا كيف ما شاء الله الطعم مش عادي هيك صارت وصفتي جاهزة بتمنى إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها هيني حبيت أفرجيكم إياها من جو صحتين وألف عافية وإلى اللقاء مع وصفة جديدة